موسيقى ما هو دون الكيان الصهيوني في فضيحة سجن أبو غريب أبو مصعب الزرقاوي إرهابي أم عميل أمريكي أم كلاهما معه فحالف حارس الإزدهار يحارب بلا عيون موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله تعالى أيامكم بعيد الأضحى المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم لما فيه الخير والصلاح وأن يمنى على هذه الأمة الإسلامية بالنصر والنجاح والفلاح الكيان الصهيوني ودوره في فضيحة سجن أبو غريب في الأيام القليلة الماضية انتشرت بعض التقارير في صحف غربية وأيضا حتى في بعض الصحف التابعة للكيان الصهيوني تتحدث عن دور لهذا الكيان الصهيوني اللقيط في فضيحة أبو غريب المعروفة سجن أبو غريب تلك الفضيحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي وقوات أمريكية وانتشرت على نطاق واسع لكن ما حصل وما يحصل في فلسطين المحتلة في السجون التابعة لهذا الكيان الصهيوني اللقيط يؤكد أن هناك ليس فقط تشابها ملفتا للنظر ليس فقط أن هناك تشابها ملفتا للنظر بينما حصل في سجن أبو غريب وما يحصل وحصل سابقا في السجون التابعة لهذا الكيان الصهيوني بل أن بعض التقارير أشارت إلى أن الكيان الصهيوني خبراء التعذيب في الكيان الصهيوني هم الذين كانوا يعلمون الأمريكيين الطرق التي يتفنون فيها في تعذيب المعتقلين واختصابهم وما إلى ذلك من عمليات كشفت على نطاق واسع فمثلا حتى في العام 2003 أكرر 2003 يعني بعد الغزو الأنجلو أمريكي للعراق الذي جرى في مارس 2003 أذار وصف تقرير صدر في تشرين الثاني نوفمبر 2003 في صحيفة لوس أنجلوس تايمز وصف العلاقة الوثيقة بين المخابرات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية تحت قيادة كامبون هذا أحد القادة الأمريكيين ونقل عنه قوله هذا الوصف أولئك الذين يتعين عليهم التعامل مع مشكلات مماثلة يميلون إلى مشاركة المعلومات بأفضل ما يمكنهم كما قال مسؤول كبير بالجيش الأمريكي للصحيفة لوس أنجلوس تايمز ونشرت يمتلك الإسرائيليون بالتأكيد هذا 2003 ثروة من الخبرة من وجهة النظر العسكرية في التعامل بينقوسيا مع الإرهاب الداخلي يعني الفلسطينيين والإرهاب الحضري المدن والعمليات العسكرية في المناطق الحضرية في المناطق المدن وهناك قدر كبير من تبادل المعلومات الاستخبارية الجارية الآن 2003 وكل هذا يعد منطقيا كما تنقل الصحيفة وتقول كما يعني نقلا عن هذا المسؤول الأمريكي نحن بالتأكيد نستفيد من معلوماتهم لمعرفة ما يمكن فعله في مثل هذه المواقف وكما تعلمون أحباء ظهر تعذيب العراقين في أبو غريب إلى العلن بعد شهرين من هذا الوضع يعني في كانون الثاني يناير 2004 بعد أن قام عضو الشرطة العسكرية في السجن جوزيف داربي بتمرير قرص مضغوط يحتوي على صور التعذيب إلى قسم التحقيقات الجنائية التابع للجيش الأمريكي وآن ذاك تم تلخيص الأساليب المستخدمة لتعذيب المعتقلين في رسالة بريد أليكتروني تم تداولها في وزارة الدفاع الأمريكية طبعا وجاء في هذا البريد الأليكتروني أنه تم عرض عشرة جنود متورطين من الأمريكان في أعمال من بينها تعريت المعتقلين الذكور وهم واقفون بينما تشير الحارسات إلى أعضائهم التناسلية معذرة وجعل المعتقلات العراقيات يعرضن أنفسهن للحراس وجعل المعتقلين يقومون بأفعال غير لائقة مع بعضهم البعض الحراس يعتدون جسديا على المحتجزين بالضرب وجرهم بالسلاسل الخالقة وغيرها وقد تم وصف هذه التكتيكات بشكل أكبر من قبل اللواء بالجيش أنتونيو تاغوبا الذي تم تكليفه بالتحقيق في أحداث أبو غريب وفي أيار مايو 2004 تم استدعاء تاغوبا للقاء رامسفيلت آنذاك وبعض القادة العسكرين الآخرين من مسؤولي وزارة الدفاع الذين أعلنوا جميعا كما زعموا عدم علمهم بما حدث في سجن أبو غريب هذا في 2003 أستنيجي الآن ما نشر الآن عن منشأة اسمها المنشأة 1391 داخل الكيان الصيوني وينقل هذا التحقيق أيضا تنقله صحيفة أمريكية هي ذي كاردل ذي كردل عفوا ذي كردل تقول لكن أساليب التعذيب المبتكرة التي تركز على الإذلال الجنسي والاختصاب لها أصل واضح وينقل هذا النص وكان المحققون الإسرائيليون يعلمون المتعاقدين الأمريكيين أساليب التعذيب التي استخدمتها إسرائيل منذ فترة طويلة ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب طيب ونشر آنذاك نشر أسماء تفاصيل كثيرة كيف أن الكيان الصيوني حصل على إشادة من قادة عسكريين أمريكيين بشكل رسمي يشيدون بمساعدتهم لأمريكا والقوات الأمريكية في العراق وقد نشرت صحيفة الجارديان تقريرا يشرح بالتفصيل التعذيب الذي أخضعته إسرائيل بن قوسين للسجناء في سجن سري يعرف باسم المنشأة 1391 ونقلوا عن بعض السماء أنا ما أذكر أساميهم الفلسطينيين المظلومين هؤلاء واحد منهم سائق حافلة مدرسية فلسطينية يقول كنت حافل قدمين أرتدي ملابس النوم عندما اعتقلوني وكان الجو باردا عندما وصلت إلى ذلك المكان 1391 طلبوا مني أن أخلع ملابسي وأعطوني زي أزرق اللون ثم أعطوني كيسا أسود ليضعه في رأسه وضعه في رأسه وقد وصف سجناء سابقون آخرون في المنشأة 1391 كيف تم تجريدهم من ملابسهم أثناء الاستجواب وتم تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم وتهديدهم بالاغتصاب ويفصل تقرير صحيفة القارديان كيفية حدوث التعذيب في المنشأة لعقود من الزمن وكان السجناء الأوائل في المنشأة لبنانيون اختطفتهم القوات الإسرائيلية خلال احتلالها الذي دام أو يعني غزوها للكويت للبنان عفوا الذي دام ثمانية عشر عاما لجنوب لبنان بدءا من العام 1982 هذا النقل عن القارديان وكان مثلا رجل الدين عبد الكريم عبيد أحد أعضاء المقاومة اللبنانية قد اختطف في العام 1989 واقتيد إلى المنشأة 1391 ويقولون أنه كان يعني هسا هذا النقل عن القارديان كان عبيد مشاركا في عمليات حربية مقاومة لطرد القوات الإسرائيلية التي كانت تحتل بلاده كما تقول القارديون تم اختطافه من منزله في قرية جبشيت بجنوب لبنان على يد قوات كوماندوز إسرائيلية وصلت بطائرة مروحية عموما وكلالك انطلقوا للصحيفة عن هذا الكيان قام باحتجاز 18 لبنانيين آخرين كرهائن واستخدموا أيضا كأوراق مساومة لاستعادة الطيار بين قوسين الإسرائيلي رون أراد الذي تحطب طائرته في لبنان أثناء شوفوا تحطمت طائرته في لبنان أثناء قصف أهداف لمرظمة التحرير الفلسطيني يعني الكيان الصهيوني يقوم بحمل عدواني وتحطمت طائرته واوه وسرع في لبنان عموما صحيفة هارتس أيضا نقلت عن عقيد في جيش الاحتياط من الوحدة 504 قوله وهذه يعني هاي الوحدة معروفة في هذا الكيان الصهيوني روى كيف أن أحد المحققين في المنشأة جرد مشتبغا به من ملابسه وأجبره على شرب الشاي أو القهوة من منفضة سجائر مليئة برماد السجائر ثم أجبره على وضع كريم الحلاقة أو معجون الأسنان في فمه وذكروا تفاصيل تفاصيل تفاهيها هارتس عن التعذيب الذي يجري في الكيان الصهيوني وخلصوا بنتيجة هذه النتيجة تقول أن هذا الكيان الصهيوني هو الذي كان يتعاون مباشرة مع الإدارة الأمريكية مع القوات الأمريكية في تعذيب العراقيين في أبو غريب في سجن أبو غريب وهذا التقرير الذي نشر مؤخرا يؤكد بما لا يقبل الشك أن عملية الطوفان الأقصى بحسب اعترافات لصحف في هذا الكيان من ضمنها هارتس على سبيل المثال عملية الطوفان الأقصى لم تستخدف مدنيين قط أبدا أبدا وأن الذين قتلوا حتى من المدنيين في مغرجان نوفا على سبيل المثال الموسيقي قتلتهم القوات الإسرائيلية هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا المحور الأول عن دور هذا الكيان في فضيحة سجن أبو غريب وأنه مستمر في ممارساته ضد الإنسانية ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أبو مصعب الزرقاوي إرهابي سيء السمعة أم عميل أمريكي أم كلاهما معا بالتأكيد التحقيقات أو الاستقصائية التي تقوم بها بعض الصحف وأكرر في الولايات المتحدة الأمريكية لأن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الصحفيين المستقلين والذين خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى وبعد الجرائم الكبيرة التي ارتكبها هذا الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين الجرائم التي يندى لها الجبين والأمر الذي اضطر اضطر يعني جعل الأمم المتحدة على سبيل المثال تجعل هذا الكيان الصهيوني في سجل أولئك الذين يقتلون الأطفال والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكمة الدولية كلها الآن يعني ببساطة تدين هذا الكيان الصهيوني حتى دول يعني حتى الإدارة الأمريكية بالمناسبة بالرغم من محاولة الرئيس الأمريكي والحزب الديموقراطي تبرئت هذا الكيان الصهيوني من عمليات الإدارة بس يريدون في نفس الوقت أن أيضا يعني يجعلون فاصلة مسافة بينهم وبين جرائم هذا الكيان فيحملوها بشكل أو بآخر لنتنياهو يعني من باب أنه حتى يعني يجعلون العملية انتظروا تشوفها السفي الكثير من التصريحات التي تصدر من الولايات المتحدة من النتنياهو محاولة حتى بعض الدول الغربية هنا في أوروبا محاولة لتحميل فقط نتنياهو مسؤولية هذه الجرائم ضد الإنسانية أو يعني إذا ما قدروا يبرؤوا بشكل كامل يعني كلهم عدهم مصالح وشفتوا في الاتحاد الأوروبي وفي أوروبا يعني الخسارة التي مني بها هذا هذه الحكومات الآن في الاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمانية الأوروبية كانت كارثة على الكثير من الدول وخصوصا على الحكومة الألمانية التي دعمت بدون توقف وبالتفصيل الممل هذا الكيان الصهيوني في جرائمه على الرغم من أن هي ألمانيا تتحمل مسؤولية ما يسمى بالهولوكوست وتعرض اليهود في أوروبا وتحديدا في ألمانيا إلى المحرقة وإلى يعني الافتهاد أقول مع كل ذلك يعني هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية تدفع الكثير من هذه الدول إلى يعني أن تضع نفسها بينها وبين هذا الكيان مسافة مع أنهم يستمرون في تزويده بالسلاح وبالعتاد وبكل مقومات البقاء لأنه قلت لكم بعض التحقيقات أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تكشف باستمرار أن هذا الكيان الصهيوني كيان مجرم ولقيط وأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدم الكثير من الإرهابيين لتبرير جرائمها وتبرير ما تقوم به من أعمال في المنطقة مثلا غزو أفغانستان غزو العراق وغير ذلك فبالنسبة إلى أبو مصعب الزرقاوي طبعا أبو مصعب الزرقاوي أنا اخترته لكم لأنه أولا أردني ولأن الأردني موقعا كبيرا ومهما جدا في الخارطة السياسية الجيوسياسية المقبلة ما بعد يعني اليوم التالي بعد غزة الأردن له دور كبير في هذا الموضوع من خلال مشاريع عدة وعليكم أن تنتبهوا له وأبو مصعب الزرقاوي يعني يقول هؤلاء الأمريكيون الاستقصائيون يقولون أن التدقيق في حياة الجهادي الأردني أبو مصعب الزرقاوي مؤسس تنظيم القاعدة في العراق والتأثيره على الأحداث هناك يظهر أنه كان على الأرجح هذه الخلاصة منتجا وأداة للاستخبارات الأمريكية ويقول هذا التقرير الاستقصائي استخدم استراتيجي المحافظين في إدارة جورج دابليو بوش الزرقاوي الذي احتل المرتبة الثانية بعد وسامة بن لادن في مرتبة الإرهابيين العالميين وكان العدو المعلن الأكثر شهرة معلن للولايات المتحدة خلال ما يسمى بالحرب على الإرهاب يعني حتى كلمة ما يسمى بالحرب على الإرهاب أو هذا هذه الجملة أنا ألقلها عن هذا التقرير الأمريكي استخدم كبيدق لتبرير الغزو الأمريكي غير القانون للعراق في عام 2003 أمام الجمهور الأمريكي فضلا عن ذلك فقد كان له دور فعال في إثارة الخلاف داخل جماعات المقاومة العراقية التي تعارض الاحتلال الأمريكي نعم يعني عندما يحصلوا احتلال يبرز مقاومون فكان لهذا الرجل الإرهابي الذي دس واستخدم كبيدق دور في تفتيت عضد المقاومة بطرق مختلفة الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى التحريض على حرب أهلية طائفية بين السنة والشيعة في العراق وهنا لا بد أن نتذكر ما قام به الإمام الفقيق المرجع الأعلى السيد علي السستاني حفظه الله تعالى في درء هذه الحرب الأهلية وتذكرون ذلك خصوصا بعد استهداف المرقدين الشريفين في سامر الإمامين العسكريين ينقل هذا التقرير تحت عنوان الفرعي خطة إسرائيلية تتكشف في العراق كلها من هؤلاء ويقول قد عززت استراتيجية التوتر المتعمدة في العراق هدف تل أبيب المتمثل في إدامة نقاط الضعف في البلاد يعني في العراق وتقسيم السكان على أسس طائفية وإضعاف قدرة جيشها الجيش العراقي على تحدي إسرائيل في المنطقة أنا جاء أنقل لهذا أنا أتحفظ تعرفوني أنا لا أقول كلمة إسرائيل أبدا أمطق دائما الاسكيان الصهيون اللقيت بس هنا جاء أنقل بأمانه كان من المعروف منذ زمن طويل أن تنظيم القاعدة قد تم إنشاؤه كجزء من الحرب السرية التي شنتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على الجيش الأحمر السوفيتي في أفغانستان في ثمانينيات القرن العشرين وأن الوكالة استخبارات الأمريكية دعمت عناصر تنظيم القاعدة في حروب مختلفة بما في ذلك في البوسنة كوسوفو والشيشان عام 1990 هل سأنا أضيف من عندي أيضا إلى ما قاله الأمير محمد بن سلمان في مقابلات عدة في السنوات القليلة الماضية واحدة من أهم مقابلاته مع مجلة The Atlantic الأمريكية وقال نحن يعني يعني يقصد الدولة السعودية إنما دعمت الأفغان العرب وتنظيم القاعدة في أفغانستان استجابة لمخطط أمريكي كان يهدف إلى مواجهة الاتحاد السوفيتي يقدرون تراجعوها وأنا أضعوها خلفي يعني بعض هذه النصوص فيما يتعلق بالصحف الأمريكية الكبرى مثل مجلة The Atlantic يضيف التقرير بالإضافة إلى ذلك تشير الأدلة إلى دعم وكالة المخابرات المركزية يعني CIA للجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال الحرب في سوريا التي بدأت عام 2011 وسط ما يسمى بالربيع العربي وتذكرون أنا نقلت لكم سابقا عن نائب رئيس مخابرات البنتاجون الأمريكي قوله إنهم أنشأوا 1200 تنظيم فصيل عسكري 1200 مو 120 لا تقول الغلطان بالرقم له يقول 1200 فصيل عسكري في سوريا كلها فصائل تكفرية طبعا عدا داعش وجبهة النصر عدا ذني وعلى الرغم من هذا التاريخ يعني 2011 لا يزال مع كل الأسف كما يقول التقرير هنا الصحفيون والمحللون والمؤرخون الغربيون يأخذون على محمل الجد أن الزرقاوي والقاعدة في العراق كانا عدويني لدوديني للولايات المتحدة الأمريكية نعم هما إرهابيون إرهابيون إرهابيان إرهابيان تنظيمات إرهابية مارست الإرهاب على قدر كبير وعلى نطاق الواسع بس منتج أمريكي نعم منتج أمريكي أموما التقرير هنا يقول حتى نفهم بالضبط الدور الذي لعبه الزرقاوي باعتباره مصدرا للاستخبارات الأمريكية فمن المستحيل أن نفهم هذا الدور المدمر الذي لعبته الولايات المتحدة وإسرائيل في إراقة الدماء بالعراق ليس فقط أثناء الغزو الأولي عام 2003 بل وإيضا في إطلاق الصراع الطائفي اللاحق أيضا يقول كيف ترض أن نفهم بالضبط أهمية الجهود العراقية الحالية لطرد القوات الأمريكية وتخليص البلاد من نفوذ واشنطن أموهن هو تقرير طويل ومفصل لكني أنا فقط طبعا أشير إلى قضية بعض الأفلام التي بثها هذا الزرقاوي عن قتل نيك بيرغ وما قيل في ذلك الوقت أن هذا نيك بيرغ حتى الفيلم الذي يعني كان مفبركا في عملية قتله ونشر الفيلم في وسائل الإعلام الغربية يظهر بيرغ وهو يرتدي بذلة برتقالية على طراز تلك التي يرتديها معتقلو وفيما تقوم كذا مجموعة يعني أنا لا أريد أذكر تفاصيل لكن مع كل ذلك أيضا يجبوني فصلون تفصيل عن أن هذا الفيلم كان مفبركا وبالعموم خلاصة الأمر خلاصة ما أرادوا قوله هو أن هذا الرجل والكثير من أمثاله أوجدوا كمنتجا للاستخبارات الأمريكية لكنهم أيضا إرهابيون ومن هنا فنحن ندعم جهود الحكومة العراقية والمقاومة في العراق لإخراج القوات الأمريكية وإخراج أمريكا وتحضير العراق من الهيملة الأمريكية ابقوا معنا اشتركوا في القناة تحالف الازدهار يحارب بلا عيون هذا قبل أن يكشف أنصار الله عن ضبط شبكة تجسس أمريكية صهيونية واسعة تعمل في داخل الأراضي اليمنية لأنه في الفترة الأخيرة يعني حتى قبل أن يبدأ التحالف الأمريكي البريطاني بشن غاراته على اليمن التي بدأت فيه دعش كانون الثاني الماضي من هذه السنة الفين واربع وعشرين في محاولة لكسر الحصار اليمني المفروض على السفن التي تتوجه إلى الكيان الصهيوني سواء كانت تابعة لهذا الكيان أو لا كانت أهم العقبات التي تواجه التحالف الأمريكي البريطاني بتنفيذ أهداف أو بتنفيذ ضربات على أهداف داخل الأراضي اليمنية لشد حركة القوات المسلحة اليمنية هو عدم تمكنهم من الحصول على المعلومات الاستحبارية لدى تحالف ما يسمى بحارس الازدهار كانوا يبحثون عن أهداف عسكرية مهمة في صنعاء ونشرت صحيفة فينانشل تايمز عن مصادرها في بداية مارس المنصرم من هذه السنة قالت بأنه الأمريكيين إن الأمريكيين والبريطانيين يفتقرون إلى المعلومات الاستخبارية في حملتهم ضد الحوثيين في البحر الأحمر مضيفة أنه ليس لدى الخبراء العسكريين الأمريكيين معلومات حول القدرات التي يتبتع بها الحوثيون ففي هذا الواقع نستطيع أن نختار هذه الجملة وهي جملة من يعني هذا عنوان من صحيفة الفاينانشل تايمز ضعف المعلومات أفشل تحالف الازدهار شوف العمل الاستخباري جيد مهم ليش أنا جاي أركز حتى في الحلقة الماضية على موضوع العمل الاستخباري على موضوع وحدة هاتسيف لاحظتم وحدة هاتسيف تذكروها جيدا ليش حزب الله المقاومة في لبنان يستهدفون أعمدة مراكز استخبارية مهمة جدا لدى الكيان الصهيوني في داخل فلسطين المحتلة في شمال فلسطين والإعلام يحاول يقلل من أهمية تلك العمليات ثم يعرفون طبعا الجهات التي توجه هذه هذه الشبكات الإعلامية وهذول اللي يطلعون لمسورف تشيوي يسموهم محللين ويحاولون يقللون من أهمية تلك الأهداف التي يستهدفها حزب الله العظيم في جنوب لبنان طبعا يعني في شمال فلسطين لأنهم الإسرائيليون تصحت شفتوا في الفترة الأخيرة حديث عن والله استخدام التليفونات وكذا في تحديد بعض الأهداف التي توفر للمسيرات التابعة للكيان الصهيوني تحقيق بعض أهدافها هذه كلها أيضا تأتي في إطار الحرب النفسية لأنهم فشلوا في إيجاد عملاء مباشرين على الأرض كل هذا اللي تقوله صحيح وحدتها تسيفه غير وحدتها تسيفه تليفونات ومعرف شنوه حتى حاول الكيان الصهيوني اختراق كاميرات في بعض الأماكن في داخل لبنان لمعرفة بعض التفاصيل لكنه فشل لأنه على الأرض حزب الله والمقاومة اللبنانية الإسلامية البطلة يسيطرون أمنيا واستخباريا ولديهم فهم واضع بما يجري هناك فليهذا تجد يعني عمليات استهداف فردية هم اللي دون يشوفون قوة حزب الله شملك حزب الله من قدرة عسكرية لمواجهتهم فيما يتعلق بحارس الازدهار وهذا موضوع يعني قبل أيام قام الأخوة في أنصار الله بضبط شبكة تجسس هذه شبكة فرق بين أن تضبط شبكة تجسس أو أن تضبط متعاملين مع الولايات المتحدة يعني يشتغلون في بعض المنظمات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء لا لا هؤلاء جواسيس اعترفوا بأنهم قاموا بعمليات تجسس صح بعضهم أيضا يعتمد على المصادر المفتوحة بس عموما بشكل عام ضعف المعلومات أفشل تحالف الازدهار ولهذا تجد أن الأخوة في أنصار الله في اليمن وباقي الحلفاء الموجودين معهم في اليمن يوسعون من دائرة عملياتهم التي تستهدف السفن الذاهبة إلى الكيان الصهيوني ووصلوا إلى المحيط الهندي وهناك أيضا يعني كلام يجري على قدم وساق عن تحالف وثيق أنا ما أتحدث عن وحدة الساحات لا تحالف يعني تعاون وثيق تنسيق كبير بين أنصار الله وبين بعض فصائل المقاومة العراقية من التي تتواجد خارج العراق وأكد تتواجد خارج العراق لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف مصالح الكيان الصهيوني ولعلكم تعرفون جيدا يعني قبل عملية الكيان الصهيوني باستهداف القنصلية الإيرانية في سوريا في دمشق كانت هناك عملية نوعية مشتركة بين فصيل من الفصائل العراقية المقاومة الموجودة خارج العراق وبين أنصار الله وتنفيذ عملية نوعية في فلسطين المحتل أموما كانت واشنطن خلال فترة ما قبل هذا العدوان الذي شن على اليمن قد أغملت الجانب الاستخباراتي في اليمن إلى حد ما لكنها طبعا لم تغمله نهائيا أغملته في قضية لأنه ما كانت عيد يعدهم تفاصيل كثيرة وكانوا يخشون على جواسيسهم الموجودين في صنعاء من الانكشاف فتركوهم كخلايا نائمة لكن أنصار الله كانوا يراقبونهم مراقبة دقيقة وطبعا تزعم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها كانت منشغلة بملفات وجبهات أخرى وهذا ما أثر بشكل كبير على أداء عمليات التحالف الأمريكي البريطاني وأوجد مخاوف لديهم من مدى تأثير الضربات على قدرات القوات المسلحة اليمنية التي تطورت بشكل كبير وسريع ولافت في السنوات القليلة الماضية ووصلت إلى حد أنها أصبحت تعلن عن اختبار صاروخ فرط صوتي فرط صوتي وعلى كل قال كبير دان شابيرو كبير مسؤولي البنتاجون يعني وزارة الدفاع في فبراير الماضي خلال جلسة استماع سرية في الكونغرس قال طبعا هذا نشرته الصحف الأمريكية قال أنه في حين أن الجيش الأمريكي لديه انطباع جيد بما حققه إلا أنه يجهل مصدر ترسانة الحوثيين قبل بدء الحملة العسكرية في يناير الماضي يعني التي استهدفت أهداف داخل اليمن أيضا بحسب صحيفة أو بحسب تقرير لصحيفة أزفيسيتيا أزفيسيتيا الروسية للكاتبة الروسية كيسينيا لوجينوفا في ستة مارس الماضي فإن مصادر أمريكية أعلنت لوسائل إعلام دولية أن سعي الولايات المتحدة لوقف الهجمات من الحوثيين يعني من اليمن على الملاحة في البحر الأحمر تعرقله قلة المعلومات الاستخبارية عن ترسانة الحوثيين وكامل قدراتهم العسكرية وأضافت أن البنتاجون يجهل حجم الضرر الذي ألحقه الحوثيون عبر تلك الضربات التي نفذها في اليمن إذ لم يكن لديه في السابق معلومات تفصيلية البنتاجون عن حجم الترسانة للحوثيين وهنا فإن التحالف الأمريكي البريطاني قبل وأثناء تنفيذه ضربات على اليمن ونظرا للفقر المعلوماتي عن طبيعة الأهداف المستهدفة اتخذ عدة مسارات لتفعيل وتكثيف عمل أدواته التجسسية والاستخبارية لجمع المعلومات ورصد المواقع والتحركات العسكرية التابعة لقوات صنعاء قصب التقرير وكانت هذه المسارات كالآتي الأقمار الصناعية التجسسية ومعاهد التحليل معاهد التي تدرس الصور التي تبثها هذه الأقمار الطيران التجسسي الراصدون أو الجواسيس على الأرض واللي انكشف الكثير منهم في الشبكة الأخيرة التي تم اعتقالها بالإضافة طبعا إلى البصادر المفتوحة الخلاصة إن نجاح صنعاء في جبهة الاستخبارات وجهل أو ضعف تحالف ما يسمى بحارس الازدهار يجعلهم في فقر معلوماتي كبير ويجعلوا بالظورة نجاح الأخوة في اليمن في تحقيق أهدافهم وغي أهم أهدافهم هو وقف العدوان على غزة والآن هناك حديث يبدو جديا على أن الأسرائيليين الكيان الصهيوني يعترفوا بأنه لم يحقق شيء وأنه هذه حرب حرب استنزاف استنزاف وحرب الاستنزاف أحبائي دائما بنفع المقاومة دائما حرب الاستنزاف بنفع المقاومة وتؤثر أيضا تأثير كبير وتأثيرا كبيرا جدا على ما يمكن أن نسميه بالهجرة العكسية والآن في داخل فلسطين المحتلة مجموعات رسمية تعمل بشكل علني من اليهود الصهاينة على تشجيع اليهود الذين يمتلكون جوازين جوازين ومعظمهم يمتلكون جوازين إنهم قادمين من بره خاصة في الدول الأوروبية أن يرجعوا إلى بلدانهم أن يرجعوا إلى بلدانهم لأنهم يخشون من مستقبل مجهول سيطالهم والأمر ليس ببعيد فإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ينصر اليمن وينصر باقي فصائل المقاومة ويجعل العدوان دائما يحارب بلا عيون وهذا درس لنا لكي نعزز من أجهزتنا الاستخبارية و نرصد الجواسيس الذين يعملون في بلادنا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر